صلاح الدين الأيوبي بطل القرون الوسطى صلاح الدين الأيوبي هو من القادة البارعين في تاريخ الإسلام وقائد بارع نشأ في فترة حرجة للأمة الإسلامية ولد في تكريت العراق في الف ومائة وسبعة وثلاثون وتربى في بيئة مليئة بالتقاليد والدين تأثر بشدة بقيم العدالة والتسامح من خلال والده رحلة التعلم والتألق في شبابه غادر صلاح الدين تكريت ليتلقى تعليماً عالياً في دمشق أظهر مهارات عسكرية مبكرة وشجاعة في مواجهة التحديات أصبح قائداً عسكرياً بارعاً في العديد من المعارك فترة الصراع مع الصليبيين كان صلاح الدين في مواجهة مستمرة مع الصليبيين في المنطقة وأحرز العديد من الانتصارات الهامة ولكن أبرزها كان في معركة حطين عام ألف ومائة وسبعة وثمانون خلال هذه المعركة استعاد القدس من يد الصليبيين فتح القدس في العام نفسه تمكن صلاح الدين من فتح القدس بعد مفاوضات مع القائد الصليبي رغم نجاحه العسكري أظهر تسامحه ورعايته للمسيحيين في القدس وحضر استخدام العنف ضدهم إرثه ووفاته توفي صلاح الدين في دمشق في عام ألف ومائة وثلاثة وتسعون كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الإسلام ولا يزال يذكر اليوم كرمز للبطولة والعدالة إرثه يتجاوز حدود فترته إذ يعتبر قائدا يلهم الأجيال اللاحقة بروح النضال والتسامح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة